إبراهيم بحراوي مهاجم فريق نهضة بركان وتصريحات كتيرة طبعاً أنا بشوف أن التصريحات دي في مصلحتنا بشكل كبير جداً هم بيتكلموا على أن هم مدركين تماماً إبراهيم بحراوي ده مهاجم نهضة بركان بيتكلم على فكرة أنه إحنا عارفين أنه الأهلي هو ملك إفريقيا وعارفين أنه هو بطل الأبطال وعارفين كل حاجة لكن إحنا الععباتنا عندها طموح كبير جداً 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 خدوا بالك وردو أنت لما بتلعب البطل بيبقى عندك دفع يعني زيادة شوية أنك تثبت نفسك قدام البطل ده نادي القرن ده بطل دوري الأبطال ده تالت العالم إيه هيكون إحساسي أو شعوري لما أقدر أن أنا أكسب واخد بطولة زي بطولة السوبر على حسابه ده في حد ذاته بيخلق دوافع عند لعيبة نهضة بركان عشان كده بقول لحضراتكم أتوقع رغم كل الفوارئ أنه مطش هيكون صعب جداً أتكلم الحقيقة في تصريحات لصحيفة البطولة المغربية وقال في حالة تفاقل كبيرة جداً بين أفراد مجموعة نهضة بركان حالة معنوية الفريق مرتفعة جداً متشوقين لمقابلة السوبر اللي هتجمعنا مع بطل كبير جداً بحجم النادي الأهلي مدركين تماماً لقوته مدركين تماماً لصعوبة المواجهة لكننا في النهاية مستعدين لكل السيناريوهات الممكنة وقال في النهاية ده لقاء واحد لكنه لا يقبل الاسم على اثنين في حد مطلوب منه أن يكسب ويحسب لقب البطولة لصالحه قال من وجهة نظره كمان أنه نقطة القوة اللي بيتميز نهضة بركان هي روح المجموعة اللي بيرهنوا عليها مجموعة عندها على حد تعبيره طبعاً عقلية انتصارية وعقلية قتالية وتظل دي ميزة مهمة جداً هيحاولوا أن هم يستغلوها في مواجهتهم مع النادي الأهلي من الممكن أنها من وجهة نظرهم يعني أنها تعود التفاوت في الناحية البدنية أو الناحية الفنية تكلم كمان عن أن الفوز بالمباراة دي وتحقيق اللقب هيخلي في فرصة كبيرة جداً للفريق عشان يعود بقوة لمستوى اللي قدمه في المواسم الأخيرة وقدرته على المنافسة في البطولات في المستقبل وقال إحنا عندنا رغبة جديدة جداً في أن إحنا نظهر المعدن الحقيقي للجيل ده من اللعابة نهضة بركان قدام النادي الأهلي ونفتح صفحة جديدة إيجابية وصفحة بيضة مع جماهير النادي نهضة بركان طبعاً اللي يمكن تكون مش راضي عنهم بشكل كبير موسيقى